سلينا بقى ننتقل مع حضراتكو دلوقتي لمقر جريدة الشروق ومرسلتنا العديدة والمتميزة أيضا نورهان تمان وقرأ فهم الصحافة والأخبار والمواقع يا نورهان منجور عليك صباح الفل ومعاكي أخبار كتير مهمة بس اسمحيلي أروح معاكي لخبر تحديدا اليوم السابع واللي بتحدث عن كلايتنبرج أنه هو بيصل القاهرة اللي بدأ عمله في تطوير التحكيم المصري وكان محدد للموعد يوم 6 أغسطس تحديدا هو بالفعل متواجد دلوقتي وعنده يعني سلسلة مهام كبيرة جدا منها أنه هو هيعقد جلسة مع الحكام المصريين وكمان أنه هو هيبدأ رسميا كرئيس لجنة التطوير أو تطوير التحكيم اللي احنا في أمسل حاجة ليها بغض النظر هنا بقى عن اختلاف القراء معه أو ضد بس أكيد يعني منظومة التحكيم المصري في حاجة وفي أمسل حاجة ليه تطوير ودعم وغيره خليني أعرف منك تفاصيل أكتر على هذا الخبر خصوصا برضو أن كلايتنبرج كان أو من الناس اللي عملت تفرف كل مكان راحه أخيرا كان أو مؤخرا كان في اليونان وأحدث برضو تطوير كبير جدا هناك وكان بيعمل كذا يعني نقطة كانت في غاية الأهمية منها مثلا على حد برضو معلوماتي أنه هو كان يعني يقول لحضراتكم كان بيعمل كده شهريا زي تاست للحكام بدنيا وبيجروا ويقيس هل هم لائقين أصلا ولا لأ للاستمرارية لأنها شغلانة أو وظيفة صعبة وظيفة التحكيم يعني تحتاج كمان لجهود وبذل جهود كبير جدا بدني تفضل يا نورهان سامعينك يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي القناة النادي الأهلي في كل مكان وطبعا يا نهواند معاكي في أول خبر طبعا معنا من إحنا هنا طبعا في مقر جريدة الشروع وأول خبر معنا من موقع وصحيفة اليوم السابع ووصول كلاتنبرج إلى القاهرة لبدء مهامه وبدء عمله في طبعا تطوير التحكيم المصري بشكل عام زي ما قلت يا نهواند التحكيم المصري يحتاج إلى تطويره ومش عيب أبدا أنه نقر بأخطأنا ومش عيب أنه نعترف أنه عندنا بعض القصور بدليل أنه يعني عدم وجود حكام مصريين في المحافل الدولية وده يعني شيء مؤسف للغاية فعلا في الفترة الأخيرة نظرا لطبعا يعني بعض المستويات الغير لائقة في الفترة الأخيرة من التحكيم المصري وده مش عيب وكلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمل وتطوير التحكيم المصري وهيعقد جلسة مع الحكام هيسمع منهم عن رأيهم وظروفهم بشكل عام لطبعا يعني وضع اللمسات الأولى في خطته لتطوير التحكيم كمان خليني أقولكم أنه تنازل عن جزء كبير جدا من رتبه اللي كان بيتقاضى فيما قبل للوصول إلى مصر والعمل في مصر وأنه متحمس جدا للعمل في الكرة المصرية وفي مجال الكرة المصرية طبعا نظرا هي الكرة الأولى عربيا وإفريقيا تاني خبر معنا من الشروء بيان رسمي محمد أبو جبل يشكو ناصر السعودي للمحكمة الرياضية أعلى محمد أبو جبل حارس مارما نادي الزمالك السابق بشكوى أو بتقدمه بشكوى ضد نادي الناصر السعودي إلى المحكمة الرياضية الدولية بعدما رفضت إدارة نادي الناصر السعودي إرسال تأشيرة لدخول اللاعب للمملكة العربية السعودية ولحقب معسكر الفريق أيضا في أسبانيا ويمكن الناصر السعودي كان رد على بيان محمد أبو جبل وقال أنه ألغى التعاقد ما بين اللاعب وكان قدم ده في بيانات رسمية أو إميلات رسمية لللاعب كمان خلينا نقول لكم أنه الناصر كان تعاقد مع محمد أبو جبل ولكن سرعان ما أعلن طبعا تراجع إدارة نادي الناصر عن ضمه وتعاقدت مع لعب آخر وهو الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أسبينع ومن موقع كورة لعب ليفربول السابق صلاح جاهز لحظ الألقاب ومن الصعب تتويج سيتي يرى ديفين راين زي ما قال في تصرحات تلفزيونية لها موقع كورة أنه من نجمين المصري محمد صلاح مؤهل أن هو يحصد الألقاب مرة أخرى مع ليفربول بعد تجديد عقده الأخير مع الريدز ديفيد رافن قال أنه محمد صلاح أيضا هيكون مرشح بقوة لحظ لقب هداف البريمريج مرة أخرى طبعا بعد ما حصل على اللقب في الموسم الماضي بالإضافة كمان إلى أنه توقع أن ليفربول على الرغم من البداية الغريبة أمام فولهم والتعادل أمس بهدفين لكل فريق قال أن ليفربول هو المرشح الأول للحصول على دوري الإنجليزي والسيتي من الصعب أن هو يحقق دوري الإنجليزي مرتين متتاليتين دي كانت أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو تغطية أكثر من رائعك العادة نورهان بشكرك جدا أنا وكريم أكيد شكرا لك